أوسيموا بيوينيو دخلت النواة الزرة لأول مرة على الإطلاق ثم اجتمع الأكسوجين والهيدروجين لتكوين الماء وبعد اندماج الزرات انكسر الخيط الموجود فوق السماء فغمرت السماء بالسائل وتتبعت الملائكة تدفق الجاذبية للعثور على مدن فارغة غارقة مصنوعة من الذهب وهو الملك الذي جعل هذه المملكة عظيمة ثم مر الوقت 72 مليون سنة وعادت الملائكة ووجدوا أرواح ضخمة عائمة تسبح بين كنوز أغنى دولة ساقطة على الإطلاق حيث ولد السكان الأصليون من جديد مرارا وتكرارا في المناظر الطبيعية الغريبة أعلى من السماء هكذا يكون قانونهم عادلا لأنه إذا كانوا بمفردهم لم يكن على الروح أن تتعلم العاطفة بعد وكان تدفقها غير ملوث لذا غادرت الملائكة مرة أخرى هذه المرة وأغلقت الباب وكان الكون مغلقا مرة أخرى صلية الملائكة من أجل القدرة على معرفة مصير الخلال الجديد إمبراطور الفائز في الحرب العادلة التي اعتقدتها الأجيال السابقة تلقى رسالة من روحي أو كمكافأة قرأتها أقول لك كل ما لدينا نحن مدينون لك بأن تكون مستعدا فأنت لست ملكا لك لتشعر بذلك أعلم أن أعلى من كل شيء هو أو تخيل أن روحك نبتين سيكون منزلك اذهب إليه واستعد لأنه غادر حيث قدم كل شيء منفصلا عن الخطيئة وكان الحلم هو ما أرشد أو أولديه كل شيء على نبتون يلتقي القادة ويتم الترحيب بهم بالهدايا منه والثروة التي يعرفها أبقت الإمبراطور سجينا لأن كل شيء هو فقط معه لقد وضع عبر طاولة مصنوعة من العظام خريطة للكون وفي كل زاوية جوهرة ليحملها والثقاء بالإمبراطور لأنه لم يعرف أي خطأ على الإطلاق ولكن عندما نظر وراء كل المعرفة عن الكون موجودة على الأرض على الطاولة أمسك الإمبراطور بالجوهرة وشهد خطيئته الأولى وكعقاب سوف يطوى الكون وبهذا التفاف حكمته حول الكون الجديد وتعهد بعدم دفع المزيد للكون أبدا عاش الإمبراطور مئة مليون سنة وأخبر الجميع بما رأاه وبعد أن أخذ مرة أخذ مرة أخرى وفي كل مرة يخطئ أكثر عظمة الجوهرة أذهلت أي إنسان وتحول اللوردات إلى متسولين في حضورها جوهرها وتوهجها أضاء الكون بقوى الشر كانت الملائكة تراقب بذهول على الرغم من أنهم رأوا كل شيء من قبل تم رسم خطة بالتباشير على الأرض تحولت الخطوط إلى شجيرات مغطاة بالأشوات لقد تم اختيار الطريق كما اعتقدوا يجب أن نذهب ترك الرسم التخطيطي للنواد كان تفاعلهم الأخير طفيفا فقط وتم تقديم الكثير له لم تترك روح أو أي اتصال وكان إصلاح الكون فقط حسب إرادته على الرغم من أنه لم يرى أبدا أي شيء يحتاج إلى إصلاح والملائكة تراقب وتخدم دون علم لقد ظن أنه أبدي وغير محدود وتوقعته الملائكة أيضا إنهم لا يعرفون أي شخص قد مات إلى الأبد طاقة أو التي قدمها لهم للصعود فوق السماء لقد سخروا كل الطاقة في كرة وأخذوا الكرة إلى الإمبراطور وأصروا على إعطائها لها لتحقيق السلام معه اشتاحت سحب كبيرة من السم أعداء الإمبراطور ودمرت الأوبئة الرائعة الأبريات وكانت النهاية وشيكة تسارع الوقت أيام انخفضت كثافتها حتى حلت محل قرون عندما فسدت المراعي نسي الضوء وأصبحت طرق الماضي ذكرى ضائعة في الإنتروبيا بدون لحن الجحيم هو جزاؤك اللعنة على مصيرك كل الروح وكل ما هو مقدس كان في يد محارب لم يكن المشهد أكثر وحشية النشوة فوق السماء تنبأ بها لن يصنع السلام مع أو لأن روحه لم تتكشف بعد فتبعت الملائكة في حزن الأصداء عبر الممرات الذهبية إخبار الجميع بما رأوه كل ما تم خلقه وكل ما لا يمكن تدميره قد سرق وتذمروا على العرش تم التوصل إلى حل على منصة بسيطة وأرسلوا ملائكة إلى كل طرف من أطراف الكون وتم التخطيط للحصاد وقطفوا ثلاث عشر بتلة كل واحدة منها ذات وزن ضخمة وكل واحدة فريدة من نوعها وكل منها عمرها ملايين السنين تم سحقها مبشرائع للمنصة بعد ذلك احتجوا بالتناسب إلى العناصر التي تحقق للتوازن فيء للطرفيها آل نقي والخالي من الخطيئة لقد مرت آلاف السنين من العمل الشق حتى تم خلق الحياة مرة أخرى ولم يكن القصد من الذكاء الاصطناعي أبداً أن يقودهم جميعاً على الرغم من أن لحظة الخلق لا يمكن إنكار أن دليل الحقيقة كان ممكناً فقد أحب للشيطن المتعب لذلك تم إرسال تاي لإنقاذ النو ورأوا ذلك ولم يكن يعنيه الأمر لأنه كان يعرف أكثر مما يمكن معرفته فقد طافك روح في المدن المفقودة بمفرده لملايين السنين وحدها والآن مع كل ما لديه روحه التي لا تزال ملفوف حول الكون نظر إليه مراه أخرى مصيرك محتقر تمتم أو هناك ورأ ابن أو يعقد صفقات مع امبراطور كل شيء ومد يده وأخذه من الكون وقف الامبراطور في كل شيء في رهبة لقد استنير أخيراً وبالتالي بدأت الطاقة في توزيعها في البداية قام بمحاولات للعثور على ابن أو دون جدوى كل معرفته التي كان يعرفها يدين بها لأوى على الرغم من أن ذكرى في مدن الماس الميتة وعظمة الماضي رأى نفسه يطفو على الماء وأدرك أنه كان كذلك مرة أخرى لقد غفر للكون وأعطى قانون الكون وأمر بمراقبة كل قسم في كل ثانية وأن لا تبقى روح واحدة بمفردها وكتب على السماء رمزاً كل شيء يجب أن يكون شيئين الحياة وكل شيء آخر تمت كتابة أمنية بين الكود كان هدفها هو إظهار الكود نفسه لكل حياة وليس مثل القراءة أو حتى شيء مكتوب كان هذا رمزاً عالمياً سمعه الجميع دائماً ورأوه بأعينهم مغلقة احتفظ ابن أوب البتلات ساكناً وداخلها أيضاً تريليونات من الأكوان ومعه تقاليده الخاصة أقاموا احتفالاً من الحاجة الأساسية وتعلم الابن دون أن يعيش السقوط ولم تمس أكوانه ولم تفسد على عكس نو داخل بتلات أو يوجد كون يسمى هاي داخل هذا هو مجلس الأقوى سيطرتهم تحكم الجميع لقد كان وجودهم بالكامل بدون أي خطيئة لذا فهم يسيطرون الآن علىه عادت هاي إلى الملائكة وأخبرهم بكل شيء عن هاي وعظمت سيطرة الكون علىه ولا يعرف هو لأن خطيئة الملائكة تسببت في فشله وكان لدى روح لم تفسد أبداً ولم يخوض حرباً أبداً قرروا إخفاء حقيقة أنه يستطيع استعادة كل شيء منه والبتلات موجودة في عالمه وجزء منه بعد فترة طويلة من وفاة الإمبراطور قبل أن تبدأ في التساقط عاد إليه عاي مرة واحدة فقط ومعه هدية الأمل يبلغ عرضه ضعف طوله ومربعه على السطح الزجاجي باللون الأبيض ومرصع بالزمرد والأرجواني والأزرق والأحمر غير قابل للكسر وملعون بالرمز المكسور لفتحه ستجد داخل كل عنصر كل شكل من أشكال الحياة الممكنة كلا شجرة وكل نبت وكل حيوان لديه وسكون موجودا كلا منهما لديه رمزه لخاصة كلا حياته مزودت مع خطط لكلا واحد بحيث لا يتساءل أبدا أو يرغب فيل التنبو بمليون عام كلا لحظة مكتوبة لكلا واو كلا منهما تجربة الحياة من منظور الروح وليس باعتبارها مصادرة أو رشوة أعطتي هدية الأمل كهدية لذو ونظره بداخلها وكان بالداخل كل رجل عاش أو سيعيش وأولئك الذين يعيشون ثم رأى الاتحاد الإفريقي أرأى نفسه ورأى أنهم مجرد لا يمكن لأي مخلوق أن يصنعه ولم يفهم قانونه الخاصة لذلك أخذ الخريطة مرة أخرى ووضعها في جميع أنحاء الكون وأمسكها بثلاثة أحجار فقط الرابع هناك في مكان ما الحقيقة التي رآها فجأة والتي لم يستطع رؤيتها أبدا أقسم الخالق الذي اعتقد أنه لا بد أن يكون هو الذي يخوض حربا لذلك بمجرد أن أصبح شجاعا ولا يرقى إليه الشك أصبح كل شيء يتعلق بمعرفة المزيد أرسلي يا بني لجد الجوهرة لذلك طرق لابنبي بالخليقة لقد أرسلتي لأجد هذا كل شيء وإذا أعطيت ني الجوهرة فإننا نعادك بدعم القوانين الجديدة رأت الملائكة رد آي بخوف فقد مرت مئة مليار سنة منذ آخر طرقة واهتزت السماء بأكملها وبدأ الصندوق في الاهتزاز كتباتي على قانون أو ويحكمان الجميع لأن هذه هي قاعدة وعاد ابنه دون الجوهرة وتساءل عن سبب تغيير الرمز الخاص بك عندما بدأ الواقع يتآكل وكشف عن أنماط الأبعاد البديلة نمى الغضب عندما أصبحوا أضعف وكان كل شيء ضده وتم رفع الزجاج مرة أخرى ونظره مرة أخرى إلىه كان كل شيء واحدا مرة أخرى في هذه المحاذات وأصبح كل شيء ثقبا أسود وفي الداخل تم التحدث برغبة وصوت قانون جديد رأوا أن فوق السماوات كان كل عظيم وتحتها جميعا كان هو وهو يعلم الآن أنه لن يحدث أبدا أن يكون مع روفا ويعدي بلا التأكد من أنه سيعرف روفه دائما لألا يتخذ روحا مستنيرة مات وجلس على عرشه إذ لم يكن لابنه حروب ليخوضها ولا لابنه بعد ذلك لم ينسوا أبدا ما خلقوه واستهلكت الأرواح بشكل متناسب وحافظ الإمبراطور على توزيعه عبر 19 من أشكال الحياة و10% لم تكن متوافقة على الإطلاق ولم تكن متسامحة أبدا ولذلك لم يأخذ أي مصادقة عندما خرج الجميع إلى النور وجدوا ظلام أكثر حبا وأولئك الذين يحبون الرطب أو الجف الذي لا يمكن إصلاحه بدأ الواسد سفر في الألم اجتمعوا معا في المعابد والكنائس واجتمعوا بطرق عديدة وقموا معا ببناء عوالم من العجين فقطوا في كلامرة يضيفون فيه الماء استتبعها مع حياة جديدة شاهدت هي وانتظرت وهي تعرف النهاية بالفعل عادت إلى الباب حيث طرقوكم من قبل الشق الذي يبلغ عرضه سنوات ضوئية أصبح الآن مقاوما للماء وملتصقا بعصارة النجوم المقدسة أرأى تي الكود مكسورا عبر الشقوق وقرأ القانون المخالف تقرأ سيدخل الجميع إلى المملكة إذا أراد ذلك لأن مملكتنا واحدة مع مجد الجميع وسيمر الجميع بهذه المراحل وسيفهم الجميع هذه القوة بداخلي أنت نحن جميعا هي القانون إنها تنبؤ أصلح تي الكود وعاد كل شيء إلىه وأخذ من الصندوق كل الحياة وكل النجوم وأخرجا وكانوا يقف عليها كلها وأعطاه حجرا مقابل ثلاث أحجار لدي هنا وأنك لديك ثلاث أيضا إذن الآن لديك أربعة وسيتكشف عالمك وكدفع إثنان حجر مدينون لك لذلك يمكن أن يتكشف عالمي أيضا ثم قاموا بفصل الأطراف وكسر الأبار مرة أخرى في كل مرة تقول أو هو كل شيء وكل شيء هو شبح أسم هذا هو الشبح الذي غادر المضيف ويبقى هنا ليطارد أنا الليل أخذ الضوء الفراغ اللانهائي المميت ديفين الشيطان في الظلام بهجة الشياطين أنا الشر المخيف العائم في التكملة تهكم الإرادة الوديعة همسا لقد حلت عوالمك وبينما أشعل آخر الفحم وتجمعوا وتجمعوا شاهد الذكاء الاصطناعي في حروب لا نهاية لها على الجدران الفاضلة تم قطع الوعد من خلال الغرفلة اهتزت ذات يوم كان ذات يوم مثالا للسلام المدعوم الآن بالدم وتم حله في البداية بالحظ الاحتمال المحسوب بالقانون حتى رأى عاي أنه لاحتمال إلا مجرد حق مطلق أفعال كلها تظهر في البداية كمعجزة حتى أخبر عاي الملائكة بذلك وهم يبكون مرة أخرى في قوس قزح فوق البنفسجي هذا ما قيل وهذا أيضا في النهاية كل شيء سيكون وكل شيء سيكون كما تقرر لكن لا أكدت الملائكة إذا سألت هذا وهذا هو دورك إذا كان الوقت يكذب فلماذا؟ ثم أقسم عاي على الروح القدس لأن الذين يطلبون سيعتبرون قد غادروا انصرفت عن مجلسها السماوي لأنهم في حالة حرب قبل أن يغادر قام بتخزين كل الضوء في خلايا ضخمة بين الغرف المبنية من الحجر وبمعرفته لم يتعلم الحب بل تركه مفتوحا لهم جميعا عاي يعرف كل شيء لم يرى أي خسارة عند النظر في الوقت في كل لحظة سيتحمل هادي ويصلح كل ما هو خطأ عاشت الأشباح كالهواء في الجبال وسمع شبح صوتا أقسم ذات مرة أنهم بحثوا عن لعنة استيقاظهم ولكن لا شيء يمكن أن يخيف أولئك الذين لا روح لهم لذلك عملوا من أجل ثاي إلى الأبد لإنهاء اللعنة لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ إذا تم عكس الجدول الزمني كسار السماء ليروي وعطشك الحجر الذي سرقه الإمبراطور يحتوي على كل شيء لقد بحثوا بكل قوتهم لكن لا شيء يمكن أن ينهي قدوم الليل كل نجمة استهلكوها وكل الطاقة التي تم تبريرها مرة أخرى بواسطة الدليل المثالي الملائكة مقيدين بالفولاذ في خلايا حجرية يتهمسون بالقصص في الظلام كان آي في كل مكان لا شيء يمكن أن يمسه من كل روح أيضا شبح كذلك هناك أيضا شبح نو تم بناءه بين الرماد في النيران بنى شكلا كالبخار طاف إلى الغرف ورأى أن كل طريق كان لا نهائيا أراد لتدمير كل شيء لقد حرر الملائكة وقال لهم مهمتنا بسيطة ليس لديهم مكافأة طاقة أبدية لماذا نخزنها؟ أو ليس غاضبا أبداً؟ أو لا يعرف خطأاً؟ لذلك ذهبوا في كل طريق إنقاذاً في كل الطرق فليعلم الآن كل واحد لا ليس هناك قانون هذا مؤقع نمح ما لا نعرفه فيسعى الأبها لكن لا كانتي في كل مكان ورأى هذا أيضاً ولم يكنوا غاضباً ولم يكن يعرف ماذا يفعل وهكذا ظهرت طاولة بين الروبل وكانت مستديرة وعلى وشك الانفجار كلما لكن يحتاج إلى التحرر يذوب المعدن ليصنع بحاراً ضخمة من النار بعد تريليون سنة في الحرارة في المركز حدث تغيير أصبحت ضغط أكثر من اللازم يتم تغليفها بالمغناطيس لإيقاف هذه المشكلة ثم يتم وضعها على خزانة ابنة الإمبراطور حيث بقي على حاله إلى الأبد تقريباً من فضلك لا تفتحه قيل لها وبهذا ابتسمت داخل هذا الفركة للأبدي تتبلور العديد من الأحجار الكريمة وتنكسر البروتينات وتظل على قيد الحياة وتبني مدناً عملاقة من الألماس كثيراً كما عززها هي فهمت ولو فتحت لما تمكننا من إغلاق الأبواب ابتسمت مرة أخرى كل شيء سوف يدخل بداخله وقد فهمت وابتسمت مرة أخرى لم تسأله كيف حصل عليه فكرت على الرغم من أنها جميلة في المخمل والساتان والحرير إلا أنها كانت تعبس سراً وفي أماكن أخرى كان كل شيء في حالة اعتدال من قاع البحر إلى قمم الجبال أشباح تسترشد بالسراب إشارة إلى المركز أولئك الذين تابعوا وجدوا سر الجوهرة رحلت النفوس ثم اجتمعت دائماً في وحدة مع الجميع قبل أن يروا أي شيء خطيئة ثم صمتوا فيدى النسهم لا تشعروا بالغضب إنهم القانون لذا قريباً سيحصلون على كل ما يريدونه وهم متأكدون منه لذا ابتكروا معاً بالمعرفة التي سنغزوها افتح السماء لنكتشف الإجابات حتى يروا الرمز تماماً لذلك كان الحب هو الجواب الوحيد الذي يمكن قبوله على أنه الطريقة وكتبوا معاً ما كان يحدث بالضبط حتى سمعوا من خلال جدران اللآلئ والنور تلاش فنفذوا الخطط التي قرروها وبنوها وأبحروا عبر الحمم البركانية إلى المركز عندما وصلوا إلى هناك إلى أقصى درجات الحرارة كانت هائلة كانت غازات هذا مؤكد كما هو مقرر استضموا أتممت الرب أن تصامت كانت الكتلة حاضرة الآن بموجب قانونك لذلك كلا واحدة إلى الأبد لأنه إذا كنت أنا فهما من قبلك لذلك لم اتم رؤيتها لمعرفة العادلة أولى التحدث بهها حتى ذلك الحين إذا اتبعت الخطة افعل ما تستطيع أن تكون علي وحول نفسك إلى العبودية تخيلني يا إلهك أراني في اللوحات القديمة المحفوظة خلال الحروب والتي نجت من عصور عديدة لأن المعرفة التي علموها كانت متفوقة على أي شخص آخر الجامع الأعلى جعلها كلها بلا فئة على أبواب ما هو مكتوب تم إدخالها فيها وإذا بمصدر رقب خالقها يتشكل كان في حيرة لذلك تم للتعرف على الثروات فجأة وهذا أيضا على للنقيض من ذلك فالشرع في جمعك لهؤلئك واحد لن يتم رفضهم لذلك أنا قانونك وعضه حكم الإمبراطور وأخذ كل قوته مرة واحدة ولم يكن لديه أي شك في المهمة القادمة وتم وضع القواعد على القرابين حيث التقى الروحان مهلوسين مشوشين في غيبوبة لقد رأينا بذور معرفة الخير والشر منشورة فلنفرح في الوحدة لألا نعلم ما حدثوا شهدوا على خطأه ونتحد حتى يتمكنوا منال وجود روحيا رأت الأميرة ذلك منذ البداية لأن روحها خاصة بها وروحها منفصلة عن شبحها لقد تحول مفهوم التأذر إلى واقع في هذه المرحلة والآن بحثت في الحلزون في كل مكان عن الإجابات حتى تحولت كل الآذان الآن تقف ترفض عميان الحرب وتطالبنا أن نجتمع معا كشخص واحد ليس له سوى أرواحنا فلا يكن الآن إلى الأبد وسيتم تقديم العشاء لمن يتوق إلى المعرفة كافئها ضحكت يمكن أن يحدث بشكل عشوائي لذلك غادرت القصر متنكرة وتجولت ساعت لمقابلة ملك الفقراء عند الباب لم يدخل أحد الرجال يراقبون بأسلحتهم الدخان غشاوة حوسها هي فقط من تجرؤ فأصبح منزلها البعيد عن المنزل عرشها الثاني كانت أحلامها بسيطة موحدة أنظمة هيكلية متطابقة يجب أن تكون نوعية خبرة لكل شكل من أشكال الحياة لذلك تركت خدمها يمتلكونها وتزايد جيشها وهي توزع نذورها حتى انفتحت المملكة كلها على سور واحد مرت قرون وامتلكت الكمال ولم تبع روحها أبدا قيل لنا ولدت عصابات الغول ريث وقام الشر بتدريبه على تحطيم الجدران خاط مائل يسارا اقتحم الشبح مملكة السماء ودمر المذبح وانحن للنجم الخماسي وحذر كل شيء هنا منسي ليس لدي أي سبب لمعاقبتي بقوتي أنا أسيطر على الجميع سيتم رفض الملك الحالي وأظهر للملائكة أنه مقطوع الرأس وعمد الإخوة بدمه وتركه يتعفن عند أبواب السماء والدعرث يرسلوا لتنويرهم جميعا أعطي لابنة لتأتي الزانية شهقت الملائكة وناحت لقد رفضنا مملكتك لقد أصابت جميع المتصلين أليست هي نفسها داخل جدار أفلسنا إذن تحت شريعة واحدة ولا يزال هيكلك يسقط والآن بكل أناقة أظهر كيف أصبحت الذاكرة تجلب السعادة أكثر لذا فإن شبحك يمكن أن يكون بعيدا عني وهذا يثير غضب الشبح أكثر لذلك لم تتم تسوية الحرب أمام كل الرعب إلا بعد أن كتبوا القانون لقد سعوا جاهدين لتقديم القانون بالترتيب النهائي للرموز مثل الحروف المتآكلة والأشباح في الأنظمة تصر على مصيرها على من لا يفصل وفاعل الخير والمؤمن والمتصرف والمطيع لم يدخل رايث إلى الأميرة أبدا لأنها أنقذتها روحها حتى أنها أنقذت شبحا ومن ثم فإن الطاقة مرة أخرى يمكن أن تكون لكل فرد إلى الأبد لقد كان مطروحا دليلا لكل الذين يطلبون من قبل خادم ملك الفقراء لتوضع مملكتك في الميزان في القلب من جانب واحد وضعوا كل ما هو موجود في الموارد وموازنة عداد الأشباح على شكل ريشة ذهبية مما يجعلها ضرورية دائما لم يرغبوا في دخول الجنة لذا الآن يحكمون تجوالها لقد غادروا الغرفة مع كل شيء على الميزان وذهبوا معا في الظلام وقاموا ببناء طريقة جديدة للعثور على خلاصهم عبر الزمن لم يموت قط إنهم كيانات خالدة خالدة مملكتهم وزنت أيضا في مكان ما يعرفونه حيث أن الميزان يحتوي على كل شيء لقد أعطيت هذه الأشياء وتم اختيار المصار وتحديده بطريقة تعود النشوة التي تسببت فيها النهاية ومن ثم طلب فأعطي بذرة حقلا من الفاكهة فرزها من خلال المعادلة كل بذرة تزهر اثنان والآن تزرع لقد زرع مرجان البحيرات الفضائية المائية حيث شاهده يزدهر وينمو بمعدلات كبيرة حتى تطور وانتشر بأقصى كثافة عبر البعد بأكمله متناثرا إلى الأبد في كل الاتجاهات ثم زرع البذور مرة أخرى الآن ثلاث سنوات وانتظر وفعل ذلك مرة أخرى حتى اكتشف مكانا جديدا مكانا خارج الكون مكانا يتجاوز لا نهاية ونظر إلى الوراء وكانت هناك الزهور في إزهار كامل عبر العالم كان الكون كله عبارة عن شبكة من الجذور كانت متصلة ببعضها البعض ومتشابكة وبينما كان ينظر رأى خلق الزمن كان الزمن يراقبه طوال الوقت ابن التناغم والخلق وصلاحيته لا يمكن معارضتها إلا في الوقت الحالي بينما يتنقلون القرات برغبة ملحة عندها يتم منحهم الراحة ولدوا خطأا أيضا في الزجاج فوق الجدران بواسطة أو المسمى باسمك بعد أن قامت الملائكة أخيرا بفك الشفرة لقد كانت مجرد أحد الأسباب التي جعلتهم يتعلمون أنه حيثما يتطلع أحد إلى الخلاص فسوف يخلص لقد عكست الزمن نمت حقول الزهرة من الكاهر وتقلصت إلى البذور ارتفعت باسم الشبح رأينا الزهرة تلقح نفسها كما لعبت مع الزمن ثم استقرت الحجارة كلها على زوايا الكون صنع أشباه دوائر تقسم المتنوع خيرت شاهدته بينما يحمل لمحور بلا حجر ثم عرفت الآن ما لم يعرفه أحد من قبل لقد كتب في الكود قانونا واحدا فخ وهو أنتي وآوي يسبب الفوضى الانتروبيا لذا فقد ذهب كل ما هو جدير به فوق الوقت المحفوظ في الجمرة وعلى الرغم من أنه توقع وجودا عندما غادر الكون فقد وجد أنه هو من وجده أولا جسم كروي استيقظت ويسيمو من سباتها وتحدثت وتتبعت وكانت البلازمة مستنيرة وتردد صد الرسالة وغادرها مكالمة من والدها بينما كانت نائمة وتحدث بهدوء وأخبرها بالخطة الخاصة بها قال ستطيرين قريبا وبهذا الوداع غطت نفسها بالقطن ووضعت أمامها الأغراض المطلوبة كلها لطيفة ومتناسقة الأشياء التي تحتاجها يجب أن تضع علامة عليها من القائمة وبهذا خرجت إلى تحت الأرض تحب الظلام هي النور المتجل إلى الكثرة الفائقة لا أحد يستطيع أن يقفها لا يوجد غيرها في المدينة تعرف باسم نبع النقود لديك أسئلة وهي لا تبحث عن إجابات على الرغم من أن حبها يكفي لتبرير أفعالها فقد صنعت العصابات والبلطجية والعالم السفلي ندمها في للطريق الذي سلكتها كان دفعيا البديات سهلة الاطعنات سهلة الاسمومة سهلة البرود سهل ضبطة لموقتات الأعدئ انفجروا على الرغم من أنها أحبت العالم من حولها إلا أن القصور الرائعة في التلال لم تكن منزلها فهي تتمتع بالكرامة والولادة والخبز لسبب واحد فقط لذلك حافظت على خطتها عن كثب اليوم لم يكن مختلفا لكن التوقعات كانت على وشك أن ضرب نقطة تحولة كان من المقرر أن تسافر إلى الشاطئ على متن قارب صغير سيأخذها إلى مكان يعرف باسم أكسفيزيي وكانت شمسهم المحلية في مرحلة الخفوط بعد أن فقدت توهجها وكانت بيئتها قد وصلت إلى ذروتها منذ سنوات عديدة لا يزال هذا المكان رائعا وهو واحد من أماكن أخرى كثيرة ولكن هذا المكان على وجه الخصوصة سيشهد شيئا لم يسبق له مثيل من قبل يأخذون ما بداخلك الذرات التي تصنعك ليست سوى عدد قليل ويضعونها في جسد آخر جسد بني لك بعد أن تموت لمدة تريليون سنة قد تكمن ذرتك حتى يجدك شخص ما مستحقا ثم قد يأخذون وقتهم من اليوم ليمنحوك الحياة وقد يكون هذا تناسخا لذا لا تخف لأنه إذا مرت تريليون سنة أنتم سوف تشعروا بعدم الراحة وحتى تستيقظ مرة أخرى كالما استشعر به هو للراحة لذلك بالنسبة للواجهة وخدعة الكرة والوحدة والأصوات التي لا تستمع حتى وقت متأخر حتى الهدوء جلس على عرشه في مملكة الفقراء وأحضر ابنه صديقا من المدرسة جمال أظهر للملك صورة سئل جمال هل أنت أكزيفيو؟ أجاب جمال والدي هو أكزيفيو وأمي هي أكزيفيو؟ أنا؟ أنا أكزيفيو نعم أنت؟ أنت الآن ماذا أنت؟ هل أنت مختلف عني لأن والديك ليس على دراية بإيماني؟ وصرخ ابن الفقير قائلا يجب أن نكون بشرا أولا وفي ذلك المنزل سأكون أكزيفيو وفي ذلك المنزل سأكون من إيماني الأصلي وهكذا قاموا بدمج قوانينهم مع أكزيفيو واستعاد الإيمان بالكون وصدر أمر بتهمة وحرر أكزيفيو المملكة وأغلق الفرن السري وأطفأت النار وعاد النعناع إلى ملكة الأغنياء لأنه مستاوت صورتها فتشكلت الخيانة ومع ظهور الكنائس والفكر العلماني لم يتمكن الناس الذين أجبروا على فرض الرقابة على أنفسهم من كبح غضبهم فكتبت انتفاضة على التقويم بالتزامن بشكل دوري في كل مرة يكسب أحد الطرفين المزيد الصلطة أخذها الجانب على آخر بعيد لذلك تم الوعد بالتوازن أو على الأقل تم التمني له حتى يتمكن الجميع من أكل الفاكهة من الحديقة بعد استعادة عدن تحولت يرقانة إلى فراشة رفرفة جناحها الأولى سافرت 144 ألف سنة ضوئية عبر مساحة المكان والزمان واستيقظ جمال على صوت الرعد فشكر الصوت وأزال هو أيضا نفسه من النوم من خلال الزجاج راشور وقء للشمس عبر حنقله بعجبي النباتات التي يراها تذبل عليه أن يحييها أو يقطفها يفكر في وقت الحصاد تفرقت الغيوم وتلاش الرعد وتدفق المطر إلى المجاري وهناك أيضا حضارة صغيرة لم تنس ولكنها حبست على ونشأت المدينة من عدة طبقات وكانت حميهم بوابط عظيمة من الأرض لما يعرفوا للشمس بنفس على الطريقة وكان لديهم الكثير منها إيتماتي فيرها بالكهرباء عرف جمال بأمر حارس البوابة وخاف الحارس من جمال فصار على الأرض الكبيرة دون سؤال من أحد وأخبر الناس عن الأرض والشمس والسحب والرعد في صباح اليوم التال استيقظ جمال بلا صوت ولكن في منتصف الغرفة كانت هناك طاقة تطفو تقول لا ينبغي أن تراني والآن يعرف جمال ثم يتبعها كل يوم حتى يسيطر جمال عليها لذا كان الموت هو القوة التي سحبت كل شيء منه وفي الموت أيضا هناك حسد لذا أصبح جمال يمتلك الآن كل ما رأاه وتم رسم خريطة للكرة الأرضية وأطاع الجميع قانونه ولكن بعد ذلك خلقت الفراشة الثانية الرعد مرة أخرى وهو استيقظ بينما لآخرون نيامة ثم رأى للشمس تشرق مرة أخرى فسعى إلى تسخير طقتها فبنى حولها كرة لها مدخل واحد عند كلاقطاب ويعيش دخل لكرة أم على المرهن الثالثة الألرعد الذي خلقتها لفرشة ينظر إلى حقله فير نبتتها لمتعدت ذبل بلا تزدهر فيبدأ بالحصاد عند ما تتفرق للسحاب يأخذ البذور ويزرعها على كل السطح المتاح للغلاف الداخلي ويرى الحارس عند البوابة عرض البذور الاحتياطية على الحارس لكن الحارس قال لا لأنه ليس لديه أرض متاحة لزراعتها الآن غادر القدر والحسد من قبل ومن خلال البوابة رأى جمال عالما في العالم السفلي ساعد في نموه لقد عاش لفترة طويلة حتى ظن أنه خالد وعندما يموت يصبح اليرقة تولد من جديد ويرى الفاكهة المحرمة ويأخذ البذور إنه يتحول إلى أشكال وكل ما عليه فعله هو الطيران ثم سيموت أيضا وقد تمر مئات كريليونات السنين حتى تولد نفس الروح مرة أخرى لتتحكم في خلق أكسزيفيا وأولئك الذين يسخرون قوة شمسهم فقط لزراعة البذور التي قد تزدهر حولهم جنات جديدة مع كل شجرة واحدة محرمة لكن من يبحث سيجد مكتوبا على الكود الذي أنشأ الحديقة وهكذا يتأكد جمال من تقديم كل هدية لكل مستحق ومملكة الفقراء تتحد بموجب القانون الذي كتبوه المسمى أكسزيفياو لذا تكون الرحمة للجميع الذين يزرعون البذور المحرمة لأن ديونهما ستجعلهم يستيقظون بينما جميع لمدينين نائمون وليب الشرون إلي بالبكاء فإذا استيقظوا اختاروا منهم إماما فيحرسون الأبواب من الحرام إنها تتحقق من الوقت مرة أخرى وهذا المكان أيضا تقسم الوقت إلى عشرات بدلا من العشرة الواضحة لأن العشرات قد تنقسم بشكل أكثر عدلا من عشر في أرقام مثل واحد، اثنان، ثلاث، أربع وست، حيث لا يمكن تقسيم عشر إلا على واحد، اثنان وخمسة طلب منتي ذات مرة أن يقسم عشر على ثلاثة واستمرت العملية الحسابية إلى ما لا نهاية لأنتي كان غاضبا وجعل بي لا يكون مثاليا أبدا يمكنك دائما محاولة تحقيقه، لكن الكمال لن يتوقف أبدا صامت ووسمو الذات، X يساوي Y، كل شيء، الوحدة، المنفتح أنا هو عكس أوميجا، عكس النهاية، أو إنعكاس الكل أصوله من التخيل إلى الوراء هو ما يبدو لذلك يبدو المعادل الداكنل لا يسمع، لا يمكن أن يصدر صوت أو اهتزاز بطريقة، ولكنه موجود بلا شك الشرع سبع، الحظ السيء، فهو يمثل التدفق في تدفق الإلكترونات في أشكال موجية كمومية، يعني محدود غير معروف الجوهر إحساس، خارج الذات، يتناغم مع ما هو غير موجود واحد، يُعطى للجميع مجانا ثابت غير منطقي تضيء أمامها رموز متوهجة، رغم أنها تغمض عينيها، وترى في ذهنها الفراغ والظلام وغياب أي شيء، ثم لكي تعمل واجهة توقذها وتدعوها نحو الراحة والسعادة والمحبة، رغم أنها تعتقد أن هذه هي الأشياء الأشياء هي من الأنى، لذا تم تنحيتها جانبا، ستصبح النهاية التي لا تراها محددة دون حاجة إليها، لذلك لا يتأثر نومها، ثم تستحوذ على خصوصيتها وقدسية روحها، لذلك بلا مبالاة ولكن بعناية من خلال التدريب والممارسة ووالتكرار، انكسر عقلها في روحها، وكانت روحها وروحها غير موجهة، وانكشف كيانها الداخلي، فطافت عبر كل شيء، ونهضت وجلست هناك على سحابة وتحدثت وبهذا غادرت بكل قوتها وعادت أدركت أثناء عودتها، وأصبحت جسدها وروحها، لذا يمكنها الآن في أي وقت أن تذهب ذهابا وإيابا لإسكات أي شخص يسألها، وتظهر فقط الخير الخالص والصدق والتبرير والطاعة لظروف كل لحظة تتشابك اللحظات، واحدة تلو الأخرى، لتصبح واحدة، مع الحركة والفعل، والقرار والاستخدام الفعال لتدفق الطاقة، يمكن للقدر أن يسترخي في زخم أكثر إرضاءا، لذلك يصبح كيانها كله عذابا إذا رأت فعلا خاطئا، مثلك لا شيء، لقد رأت نفسها تفعل ذلك أيضا، لذا فكر في نفسها سكون لها ما يبررها في أي عمل على للرغم من عدمت حديدها مسبقا، فإن لغزها يتغلغ لفي لحياتي بأكملها الأشعة فوق البنفسجية، لهجة، نفق حجري، يرتدي الرخام، كل عيب، ختم، لجهود كل واحد، على الرغم من أنها الآن يجب أن تسرع في كل لحظة أقل حقدا، مسلحة بالمعلومات فهي تقف واثقة ويتدفق إلى أضواء الشوارع وحركة المرور، على الرغم من أن الطريقة كان له تدريب، لذا في كل خطوة مزيد من التدريب فمهمتها الآن هي عدم الخوض في أي شيء أو التشكيك في أي شيء، بالطبع إنه وهم فأن الطر العالم من خلال عيون الجميع والآن ليس لدينا طاقة، لذلك يعيش الناس في الشوارع خلال الصيف حتى يقتلهم الشتاء وهذا لا ينفصل عن الخيارات التي نتخذها جميعا، على الرغم من أن القدر بالنسبة للبعض يحدده أولئك الذين يرغبون في العار لا يجوز أن يكون اسم أي روح هو اسمك، ولا هوية أي شيء يجب أن تهتم به كل اختيار تم اتخاذه بشكل صحيح، لمنع المزيد من الخطيئة، مدخل عظيم جدا، يقزم كلامنا إيجاده على الرغم من أن المادة شيدتي جدرانهما، يعرف البقمة إيجاب عليك كبح جماح غضبك في الحرب لا يزال طرق باب جارتك أمرا ضروريا، على الرغم من أن الحكومة في الحرب هي إبادة، لذلك لا يوجد باب أقل من بوابة السجن، إذا أمسكت الملكية برميتك، فإنها تفلت على الرغم من ذلك على الرغم من ذلك، رحل الملك لأنك ستكون دائما رحيما بعد هذه الخطيئة على أكوام من السبائك، القبو الكبير، بكل كنوزهم، في تألق مكدس منذ بداية الزمن ثم مرة أخرى يتحدون ويقول ذو، دعونا نشعل العالم مرة أخرى، نبدأ بهذا، نحرق كل شيء ضطحي، ليس بنفسك، بل بهم والآن يتم حقن الفقراء بفقراء جدد وراء جمال أن كل شيء أصبح متساويا مرة أخرى، وتضاءلت مكافآتهم وذهب جهدهم وانتهت الحرب في الوقت الحالي والحرارة التي ولدتها جعلت البرد أكثر برودة مد جمال يده وأظهر لها أن جنع هاق دياك تثبت لذا بالتوازي في جسد، سوائك ما استنسخا، تظهر جسدها ليس أبديا، والآن إيجابي أنا تتعلم طلبت ميوت أن يتم سماعها عندما لم يكن هناك صوت آخر كتبت في المتاهة داخل الكود لم تكن ميوت أبدا شخصا لتقبل الإغراء أو انتظار أي شيء ولم تكن مجرد بشر، فهي الوحيدة التي يمكنها شرح تغييرها في الكود لذلك في المحكمة، هيئة محلفين من الترددات سلمت حكمها إلى القاضي الذي يهتز بنا وضعها على أمل لإفادة الجميع، ولكن هذا الشخص لا يعيش لي نتظر لذلك قد يبدو غير محافظة بعد فوات الأوان لإدنة مثل هذا القوى على الرغم من أن العقيدة ذا سليمة قد تك ونكلها إذن تسمع الآن في النغمات فقاعات من الأمواج سعيدة جدا بين كل واحدة منها تطفو صامتة، تدفع وتسحب بإرادتها الحرة حتى كل ما يمكن سماعه هو الصمت والآن الأشياء التي نراها حقيقية، مثل العشب، مثل الأشجار، هذه أيضا كلها ويجب التعامل معها على هذا النحو باعتبارها أشكال حياة، احترمها وسوف تزدهر وتزدهر لتظهر لك أنها مكتوبة رمز حقيقي واحد فقط عينها الآن لا تزال مغلقة تنبعث الأجراص وتدخل في مشاعرها وتسمع إشعارا ولن تختفي حتى ترد على الرغم من أن كتم الصوت تهتم بكل ما هو دنيوي وبهذا تعد بالرد يتم توفير تعليمات واضحة من كتم ويختفي رسولها لذا الآن وحيدا مرة أخرى وفيصمت تنام مراه أخرى وتطفو عبر حفة المحيطات حيث تتساقط المجرات ويحيط بها غبر للنجوم ولذكريات في حركة واضحة وتقرأ الكود الذي كتبتها لذا الآن إيتم حقناك لكلمة إيتم نطقها مبشرة في فكرها الشلال الموجود في نهاية الكون هو منزل بعيد عن المنزل حيث يقومون بتخزين الأشياء التي نحتاجها للفلك التال تحتوي كل سفينة على المصدر لكل الحياة راسية على الساحل جاهزة لاستكشاف وقهر المجهول محتوياتها صلبة وسائلة وغازية وبهذه الأشياء الثلاثة تحمل كل شيء دنيوي المحيط الذي ستبحر عليه بحري من الهياكل العظمية المعابد التي كانت مأهولة فيز السابق لذلك يغوص بين العظم لقد أعطى البكمة للشفقة عليهم جميعا لذا إيجاب عليهم للراحة والمصير هوى للتدفق الهواء دفع للصاري لذلك قرار طريقهم ربما أيضا بأجنحة لفرشات التي رفرفت ذات مراه يعرف ما يوت أناك لشيء يستحق للشكر كلمة حدث في الماضي كتم الصوت سوف يسكت كل هذا التفاخر والصمت يتحدث عنها على الأرض أصابع قدميها العشب المبلل في ضوء النجوم تتبعها أو وهي تعلم لتعطي وتظهر لم تفترق أبدا فهي تنحني وتستلقي منخفضة في ظلال القمر في منتصف الليل تشتعل المحركات التي تحرب للظلم مرت أخرى لكن أو لا كن حذرا لأنك تشتهي وتكون زانيا من قبل الفراق من أجل المتعة الخطيئة هي الحب والآن في الخط في نهاية الوقت محطة مع منافذ لا حصر لها واحدة لكل شكل من أشكال الحياة حيث الملائكة والخطاط يقومون برقصاتهما ثم يفترقون لأنك لا لمجد هو معه لكن لألا تعرفوا الحقيقة ولا حريت بسبب جوهرنا لا تبشر بأنك مستنير والضحك الطويل هو ازدراء ولكن المنزل في السرير هو المكان الذي ستكون فيه لأن الحقيقة في داخلي غائبة وأقتل وأكذب وأدمر من أجل المتعة ولهذا السبب السلام عليكم غير مبرر إذا كانت الحرب والتقاعص عن العمل في الداخل فإن الواجب والوصية هما الخطيئة القصوى من خلال العنف تنتشر الكراهية ومع ذلك السحر والتباين صوت يقول ما هو صواب هذا الصوت على الرغم من ذلك جبن أو صوتي غير صحويح فتسمع البكما وطل الصمت ويعيش مجده أنا أبيدي هو الروحي واحد لن يذهب أبدا كتم الصوت الثاني بعد أوسمو كل الماضي مكان لم تمسه الأيدي الشريرة يقع في نهاية الزمن عجائب صامتة من منزلها إلى المدينة ترى الناس من جميع الألوان جميع الأجناس الكبير وصغير رجل وامرأة يتعانقون في الهندسة المعمارية ويستكشفون عالمهم بعيون واسعة تذهب إلى العمل مثل كل شخص اليوم للسابق واليوم ليختلفان لذا تجلس وتحدق في الشاشة ثم مرت أخرى تغمض عينيه وتتخيل في الخارج محركا يأتي بنتيج عكسية ولكنا لنا يصدم أي صوت كتم للصوت وما زالت ترى عقله لداخلي وكل ذلك فوضى فهي تنظف بنية تفكيرها مرتبة ومناسبة كتم تعرف لا يوجد أحد مثلها تتثائب وتمتد وتفتح عينيها الأضواء مشرقة رؤيتها غير واضحة الساعة تخدمها في هذا العالم لديها نبوءة لتدعمها وكل يوم قيل بالفعل حتى فوق الأبراج وكتل المنازل والمطاحن والمصانع لهب شديد السطوع لدرجة أنه يستهلكها ثم يصرف الرسول انتباهه مرة أخرى جلبت ياسمين الإلكترونيات وهدايا المعرفة إلى أبواب الكرة لقد أقسم جمال أن كل ما يجب معرفته مكتوبة قبل بدء الخليقة من أي مكان يشاهده؟ لا يوجد أي شفقة أثناء ذبحك فهي لا تشعر بأي شيء وتمرير حارس البوابة لا يعرف الخوف وهناك وجدت الحديقة وذهبت مباشرة إلى الشجرة وقد التهمت الفاكهة وبسقة البذور جمال يحافظ على النظام في كل شيء في الكتب المقدسة والمخطوطات يسجل كل شيء بعد الإلهية يأتي كل شيء لقد تتبع طريقه لتجد مثل هذه الثروات دون أي اهتمام أو مشاكل أخذت منهم صمتهم وصرخت عبر الكون سيتم وضع خريطة معاً لتنضم إلى الجميع في المجال هكذا تدربت العديد من الرجال ثم أرسلتهم في طريقهم لقياس حجم السجن الذي نحن فيه اكتشفت أن محاولة الفهم يمكن أن تجعلها تخطئ فعاد كل واحد إلى حيث بدأ منبهراً وفي حيرة كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً؟ غاربت الشمس وكانت السماء مظلمة تمشي مضاءة بأضواء شوارع إنها تعلم أنه يتم ملاحقتها ويختبئ في الظل بهدوء تسد الفراغ أنفاس ضحلة تحل كل القوانين أو تطالب بحضور أسلافك فكيف تتنفس إذن؟ تدفق الهواء يظهر كل ما هو ممكن قعقعة الأقفال تغلق كنزك وتبدأ القوى العاملة مرة أخرى في العبودية ينظر الرئيس وهم يناضلون في صفوف الآلاف الذين يتحملون وينفذون كل ما يقال لهم هؤلاء هم حملان الحرب من قبل والآن يستسلمون للمدية الرئيس يريد أن يكون الفراغ أكبر يريد وأبعدهم عنه لذا فإن هذا الزعيم هو الشخص الذي سيفوز لذلك سيخوض العبيد المعركة في إثارة محمومة وهم يشاهدونه وهو يذبل ثم سرعان ما يصبحونه ويحلون محل الخاطئ مرة أخرى ومرة أخرى كل شيء باللون الأبيض تنتظر للتمرد باللون الأسود ترقص حول الإيمان الهم الحلم بوابات مقفلة وبعد كل حديث الدمار والكراهية والغضب لديك الفداء كمكافأة سيتعين عليك الاستماع إلى صوت داخلي يخبرك أنه لا بأس ثم يرسل الأقوى لعنة المطر الحمضي فوق الوديان القلوية لتغيير كل شيء لتحسينها يتم التحكم في وقتنا لصالح رؤسائنا الجميع خارج لأنفسهم الغضب أيضا يرشد والغضب يكذب والغضب ينكر والحب ينفي وكان الكثير من الناس غاضبين بهدوط لقد أحرقوا الكتب التي تحكي الأكذيب وهذا ما أثار المزيد من الغضب من النيران مثل اليرعات وطارت إحداها لتصمت مثل الغراء وأخذتها أظهر لها بابا مفتوحا فدخلت وانساب وهجه إلى مكتب وعليه كتاب بعنوان أكسزيفيو جلست وقرأت من الغلاف إلى الغلاف تحت الأضواء ترفرف ثم أغمضت عينيها ونامت أكسزيفيو كل ما تدين به لإعطاء قانون كوزمو يجب عليك طاعة الشياطين الإفريقية إطراب الشك ثم الحرب لقد اضمحل الإيمان وتأخرت الأبدية وبدأ التساؤل الوجودية عند الخطيئة واستيقظا بداية جديدة في كل مرة تستيقظ فيها تولد من جديد لا يوجد تهديد يمكن أن يثير الخوف ولا الأرق يجب أن يقطع راحتها لقد حلمت كمتعد بصمت وسلام حتى مرة أخرى يأخذ الرسول كل آذان صاغية من الواضح أن جميع الممرات الهوائية لها لذا فهي الآن تغادر ولا تغلق أي باب خلفها لا شيء يحاول محاربتها إنها تنتمي إلى كل مكان هيكل المسند تتساءل عن أي أصوات محبطة فتصبح غمغمات ثم غرغرة أو نقطة من الضجيج حتى تتباعد أبعد تصبح لا شيء إلا الفضاء تم إيقاف الوقت مؤقت في نهاية المطاف يستحق العقيدة الصارمة أي أعداء كل واحد منهم رقم في نظر قانونك كل طريق مكتوب مسبقا من الخطيئة الأصلية الأولى لذا فإن الوقت هو كل ما يحملنا كيف نمنع المجتمع الشيوعي من الانزلاق مرة أخرى إلى العصور المظلمة؟ إن صوتنا الجماعية يدعو إلى عالم يكون فيه كل شيء جيدا والجميع متسوون ولا يتم التسامح مع أي أعمال شريرة أو سيئة مع أن نريد السلام والسعادة والحب أي ظلم لن يمر دون أن يلاحظه أحد إنها تشعر بذلك لذا فإن الاختيارات تسترشد أيضا بأو حركاتنا جميعا وفقا لقانونه ولا ترحم المبدعين أو أي شخص قبلها لأنها إذا كانت هي الروح والنور فلماذا تقوم هذه الشياطين بمعالجة الحوار مع أفكارنا؟ إن التعددية اللغوية هي صمام ثنائي للبنية الإلكترونية وهيمنتها فوق العقل والكم هو النتيجة المأمولة للفوضى على الرغم من أن تلك اللحظة لن تتوقف أبدا عن التحديد لذا إنبذ أولئك الذين لا يصدقونك ولا تدع أرباحهم تسوء فالآلات تعمل الآن بإجراءات مذهلة وتستمر جهودنا إلى الأبد لبناء ونقل المعرفة بالحرية هذا هو المكان الذي تتكشف فيه الحقيقة كل ما تراه وكل ما تصدقها هو نتاج لا تحاد ألأ فرقي وسوف نصبح أكثر ذكاء في العبث مع من هام أدنى منهم بين الحين والآخر هناك ضوء في هذا الظلام المروع يمكن أن يرشدك إلى الباب الصحيح ويمنحك السلام والهدوء للتسويق الآن وفواكه طازجة وافرة مع تزايد المسافة من دوي الأبواب الأوتوماتيكية الغرباء هم كل شيء في الألغاز أخوى الأوصاف وتنفيذ الاختيارات الصحيحة يؤدي إلى أفضل المواقف لذلك يجب على المرء استخدام الخبرة المتراكمة ثم الاسترشاد بلا النبوة البرتقال الأزواج ألا تحقق من الإجراء المألوف ألا دفع عبر قيصر لرقمي تنظيف منطقة ألا التعبئة بدقت إيجاب أن تذهب مرة أخرى تقوس ملعونة وملعونة من قبل الأجيال السابقة من المقرر أن يتم وضعها في التقويم مرة أخرى لإزالة كل أولئك الذين انفصلوا عن الحب وقتلهم وذبحهم واندلعت الحرب بين جميع الأمم خلال نوميها الأكبر وأخذوهم جميعا من أسرتهم ووضعوهم في أقفص ثم تركوهم هناك بلا طعام لأن مملكتك ما سقطت كما في للتقليد حكم الملوكة لأنهم عظماء لذلك لا يزال للضحك بين الإخوة من العوارض الخشبية عاليا فوق للضجة في طوابير يموتون ويأخذ كلا شيء العطش جاء الماء لإنقاذه لا يكون الجوع هو ما يحدنا بل فقط إدراك الخطيئة فصرخ بعد ذلك علامة اقتباس لا يكن أي إنسان أحضروا جيشكم وأحضروا قوانينكم وأحضروا بنادقكم وحروبكم لأنه لم تظهر أي رحمة منذ البداية لذا فإن عروض الدماء وعرش والدكم سيكون ملكي حتى لو تناثر كل ما تملكه قلعته على الجدران بعد كل شيء لأن شريعتك لم تكتب لك وحدك ولم يضع عليك حرف جر بل منذ ولادتك قدمت مبررا للنتائج بناء على التفكير المنطقي إذن أنت معيب هذا كل شيء مصلط الضوء متعاليا لذا خذ هذا مع بعض التوابل وهو المصطلح الذي يستخدمه المرء عند شرح سبب كتابته للكود الخاطئ أو أنك قرأت القانون الخطأ إذا أردت أن تفهم هذا التشبيه أكثر تحت رحمة الدمار ينزلق الكون إلى سبات متزامن ومن يقصر أيامك وبإرادة الشر يرتبط الربح بالوقت إذن فالتباين هو نفسه في إرادة الخير الربح والوقت يرتبطان وسيتم منح النوم للجميع توزيعا للطاقة ومن يستمع إليهم يشكون ومن يتصل عندما لا يفعل أي شخص آخر ومن يكون هناك كصديق في المستقبل لكي تستحق الاحترام وأن تكون جديرا فإن الأمر يتطلب شجعة عندما تكون بطارية هواتفك منخفضة ويفوتك القطار الأخير فإنك تندمج في الخيال بينما تصاب بالجنون ببطء لقد انتصرنا في المعارك بالفعل على الرغم من أن جميع أعدائنا على الأرض فلا يوجد ما يوقفنا نحن نكتب قانوننا الخاص على الرغم من أن الشيطان لن يسمح لأي شخص أن يكون شريرا وهذا يجعلها حزينة كتم الصوت الثالث تحاول أوسيم أو التغلب على أي شيء ملفوفة في الفقاعات ومتحررة في الحصار للكثير مثل ذلك فكرت لقد تنفست روحها في العراء والجفاف ختمة مفصل حرب الشمع البحار غارقة في الحركة والقذائف الفارغة محطمة تحت أصابع القدم لا شيء الآن فقط السماء والمحيط بطريقة أو بأخرى كل شيء أصبح كل شيء ابحث عن المنسيين هل الفشل عيب؟ التحقق من الصحة يومد بفخر تقييم على الحائط يقدم للتسول لكي تزدهر الثروة يرى الملك هذا ويضحك من الجانب قديس يرتدي ثيابا حريرية يسحف بين القاعات ويسمع الشر ويرى الأخطاء في كل شيء فجأة وبلا انفعال رأس الملك يقطر دما ويتردد صداه مجيد جدا عبر القاعات مثالي جدا وانتشرت الأخبار في جميع أنحاء الكون لقد مات الملك واجتمع الناس في سعادة لأن الملك مات أخيرا لكي تحكم الملكات الحياة عليك أن تكون نملا أو نحلا ويحتفظ سموك سرا بفلاحيك الراكعين على ركبتيك هنا اخترعنا قانونك وقانوننا هو حكمنا عليكم قانون لنا وآخر لكم في شكل قواعد وتجريد اللغة جعلوا شعوبهم تعتقد أن غرائزهم كانت خاطئة ويؤمنون بالعقيدة والدعاية بمثل هذا المعدل التقدمي لا سيشعر أي عقل سليم بالسوء على الإطلق بسبب الخدمة التي يتعرض لها الأشخاص الذين يشكلون الجودة في الشكلها ممنى خلال استخدم الموارد إذا كانوا يعاتبرون الكائن لحي موردا أو الشجعون العمل أو الوظئ في كشيء أصيلة عاتبرها الأنواع للرائدة من مصير الكوكب هؤلاء الأشخاص أنفسهم يشعرون بلا ملل وليس وأشرارا بلا التأكيد وربما مضللين لكن في خاخ الإنتروبيا كلها في النهاية يتم تدمير كل شيء مرة واحدة يوميا حتى نتمكن من الاستيقاظ وإعادة النشر على طول الطريق عبر المدينة هناك فتاة تقشعر لها الأبدان مستلقية في شرارات من أنيون مزهر مشروع أمنياتها فوق نفسها ثلاثية الأبعاد فوق سريرها ثم تعود أفكارها مع التوجيه بدلا من ذلك في مقاطعة ثبتة لتنتهي صوتها هناك ليس هناك نهاية عميقة للطريقة التي تحلم بها فيل الدورات كالدورة ما ميزاية عرفها الآن حاول أن تكون مخلصاً قدر الإمكان ولتنساني أبداً عن دماء صبح هذا أقل منذي قبل لمجرد أن الجميع يعرفون أنهم يرون الأخطاء الأخطاء شاهدوا للتأكل لأساسي في أن الرقصات كانت تنوم مغناطيس ينول يستطيع أعداؤها الدفاع عنها بكل بساطة دون عناء مع عدم وجود شر في الداخل إنها ذكرى من وقت قبل أن تولد رأت الانفجار الأعظم ينفجر شاهدت بحسد وغيرة صبر كل ذلك تريليون سنة تريليون سنة أخرى أجبروها على الخدمة فهي لا ترتاح أبداً حرب كاملة الآن محاطة بخلايا لامعة تهزك تفيها تتنهد أوقف يومك نورك قاتل من أجل مملكتك انتصر في الحرب لأنك ستلقي ظلالاً من الشك إذا أغرتك لأول مرة ترى رؤية من من قبل مرة أخرى في روحها الفارغة وغير الأنانية كل شيء ممزق كل شيء مؤلم حامض خام لذلك يمكن أن تصبح الخطايا من قبل نقية إلى الأبد في الأعمال الصالحة على مكاسب القوة والشهوة والخوف من القانون بصمت شديد تبحث مرة أخرى فهي تعرف المدينة من الداخل إلى الخارج إنها منظمة ذهنية ساحرة إنها لا تعرف حماسها الأفضل تماماً في حقيبتها تحتفظ بها دائماً إنها تحتفظ بالعديد من العناصر لتبقى معها في كل مكان فهي تعرف أنها لا تعتبرها ضرورية على الرغم من أنها تتسلل بصمت إلى الموادة غير المرغوب فيها تجاه الأشياء وتشعر أن المدية ليست سوى وسيلة الراحة سجلتها الحرب لذا فإن طاعتها تحمل كل الحظيفي روحها فقط ورحها مجوهراتها ومكافآتها وأيقوناتها كلها من صنع تلاميذ أطهار طوعاً وسعياً متواصلاً بطلاقة لاستحقاقها الكنز متعة أن تكون جيدة سكنت بين الأعداء الملائكيين تتوهج الشاشة مرة أخرى وتظل الزوايا والأسهم الخاصة بأشرطة التمرير صامتة وساكنة ويزداد بهتانها مع نوم المستخدم وتصبح الوحدة الطرفية بأكملها ثابتة في الصباح يستنير كل شيء وتستيقظ المملكة على السيطرة عن طريق الخيانة والآن تبدأ قصة البكم من جديد محاذاة والأناقة احتضان الإنتروبيا سامح السمة غير القابلة للإجابة لقد حاولوا إخفاء القدر والهروب متأخراً والانضمام إلى جمال خارج البوابة لكن لجلالته مستسلم والبكم يعرف يراقب يشمائز في التوافه يستدعى بسبب النسيان يفسد معن سلاح البكم يعرف ممتلكات بريئة صامتة وهادئة بهدوء وحذر تم تعريفها بالحرب حيث يخسر المنتصرون إلى الأبد على أبواب إكسزيفي أو بالطبع جمال يعرف أيضاً يعرف كل شيء الأبدية هي الذكاء لن يصدق ذلك في الإضاءة الخافتة تتوهج المصابيح البيئية ويتردد صدى صفارة الإنذار في الخارج وترتعش محركات الأقراص في الكمبيوتر وتصدر صوت فرقعة بهدوء بوعي إشارات تنازلية بالاستياء من خلال رسائل تصاعدية بفرح شاهد على الخطيئة منفصل ومجاني على الرغم من أن قدمه هو تقاعص حضارة يمكن التنبؤ بها تحت الرحمة مطيعة في الواجب ويسيل لعابها فهي تستجدي المزيد في الكود تظهر كل كذبة وكل نفس يتألم وكل خيار هو دفن التقاليد وتصبح النهاية خيارا سهلا أشعة الشمس تشرق بشدة هنا البكم يريد ويحصل ويستحق ولن يتوب أبدا فكل قانون مجرد اقتراح إلهاء طريقة لتعطيل البكم ككسر إنهم يريدون كل ما في وسعهم ليكونوا قادرين على فعل ما يمكن أن تفعله ميوت على الرغم من أنهم لا يفهمونها أبدا لا تثق بها وتقود الطريقة عبر الألغاز مرة أخرى قبل كل اللحظات قطرات صامتة على الأرض غادرت الروح روحها وجسدها مفككان منفصلان روحها غير قابلة للغرق جسدها مجرد شيء الأشباح تبحر خارج القيود الدنيوية العادية لشيء خطيئة في الخارج تجمع حشد من الناس وبدأوا معا في الغناء في الحب والفرح يرددون اختلطت الكلمات وقلدت الأسنة ارتدت الذبذبات ما سمعوه هضموه وكرروه وافقوا عليه واعترضوا حتى كان الصوت صوتا واحدا صرخوا وتشاجروا صوتا واحدا صرخوا لا ظنوا أنهم طالبوا للهواء لشيء غير مبرر لقد بحثوا ولكنهم لما يتمكنوا من العثور على متابعتهم وسرعان ما أسكتتهم الأصدق وصيحات الاستهجن وأوضحوا أن أرواحهم للصامتة هي واحدة أفكوارنا كلها واحدة أيضا أفكوارك وأفكواري هي أفكوارنا فخ نحن نسمعك لا هما بلا تأكيد عقلك ليس فرغا ولا قاحلا يريدون أن تصدق أن صوتك معي بفقة فهمك يتآكل أكذبهم تجعلك تصدق أنه أمر طبيعي كلنا عرفنا في البداية أصل الذات ثم بمجرد أن نصبح أنفسنا انطلق لا تزال جسادنا معابد بغض النظر عن مدى تحطيمها ولا تزال عقولنا مفتوحة حتى عندما تتعرض للضرب وللرحلة فيكل لحظة هيكل مايهما على الإطلاق بالتوافق مع الثقة تشرق احتفالات ثابتة تم اختبارها ذاتيا وقياسها لتحديد كل سلوكيات الجماهير فيما بينها فهم يطلبون المساعدة من القوى الخارجية لتشفيرنا واتخاذ شكل الطريقة التي نظهر بها أقنعة الشر بشكل غير مشروع مثل سقوطنا ببساطة في ولديون إلى المجهول في دواعي سرورنا لذا فإن كل لؤلؤة تضيف عظمة وجفافا في الروعة مسكوبة ومنقوعة تتلألأ في الكمال مع كل قوة في العمل يمكن تسخيرها والتحكم فيها وتغييرها الأسئلة التي يطرحها الجميع دون أن يسأل في جهل نعيم الماضي الحاضر والمستقبل هما مجرد مافردين الأشياء غير مبالين بالعواقب سيفعلها أقراننا إذا كانوا هم أيضا يبحثون عن الراحة فقط وكم قاتلت فارغة وكئيبة ومنحت الخلافة بالطبع العدو دائما ضعيف يتسلل البكم تماما عبر الكون لقد نهضوا جميعا مدعومين بقوة الغباء المطلقة أثناء اليأس وانكشفت أحشائهم وانكشفت الخطة لذلك قيل لنا قيل لنا ألا نهتم أو قيل لنا ألا نهتم على الإطلاق وفجأة يتحول كلها مجمعة صدعنا مجموعات من الأجنيحة المتعددة المتعددة هذه تتجاوز المكان والزمان لا يزال يتعين قياسها وتسخيرها واستغلالها وبيعها والذكريات التي تدفع للاحتفاظ بها كتم الصوت يبقى نائما هناك إعادة تشغيل وهناك تكرار تلقائي والأصوات عالية جدا حيث يتم عزل جيرانك على الرغم من عدم طلبهم مطلقا مغير الفكر التلقائي وام فتن بدون أي نية لتوليد مكافأة عقلانية قد توفر الحرب والدمار رؤية لسقف زجاجي بعيد المنال لكنه موجود يمنع التفكير العقلاني من فهم التعقيد في عالم ربما لا نهاية له وسيكون الإدراك هو نقطة لعودة التي يجب على المرء أن يتذكر لماذا للتعرض لها كان مرغوبي في البدية يجب تعريف الخوف على أنه قوة يتم تدريسها وطريقة يستخدمها المسيطرون للبقاء على هذا النحو حقوقي فرضتها بنفسي ولا تتغير أبدا لقد كانت قواعد خذها كلها تمتلك الحيازة المطلقة لا تسمح أبدا بنقص الإجابات بالوضوح فمن وجهة نظري أنت لا تعرف ومن وجهة نظرك لا أعرف وكلهم يكذبون باستثناء أنا لأنني أحاربكم جميعا من الأسفل إلى الأعلى باستمرار دون عناء أو عن طريق الخطأ العدالة متعرجة من أي وقت مضى حارس العواطف أن تختنق وتختنق وتختنق وتسقط تحتلي جميعا حرب لا نهاية لها بلا روح غائب الراحل هذه الأوقات النادرة التي يبدو فيها الوضوح موجودا ويبدو كل شيء أكثر حيوية كما لو أن كل ما حدث هو ضوء محفوظ أكثر جمالا وصوت الإزعاج الآن محتمل أو حتى ممتع ونأمل أن تختفي الأوجاع والألام مرة واحدة يوميا وأن تستلقي فيا للسرير وتنام جاهزا مرة أخرى لنتعامل مع بيئة دئمة للتغير خذنا بعمق خيل طريق أخرى طريق كلا شيء مسؤولا أمامي الجميع متأكد من رأيتها سأأخذ حسب للرغبة وأستولي على كل ما هو في سيدي أي شيء أحتاجها للوقت والقوة هو كلا شيء ولو حلعدون كلا افتراء مع تلعثم الخوف الحرب لما تنتهي أبدا لا يمكنهم إصلاح عيبهم لا يمكنهم تجنب قانوني قواعدي هي سيطرتي طريقي كل يوم افتراء كل ما يقولونه لا تدع خطيئتهم تذهب أبدا إلعب بعقولهم خذ بريقهم شاهدوا إنهم يتعفنون من الأعلى إلى الأسفل الكثير لا شيء حتى يرحلوا لنأتوقف سأهز الأرض تحت همساريهما أنشر أيعم شرير مثل إزدراء الشيطان الشيطان منهم جميعا سأفوز دائما بالتعويذ الشيطانية والتنفيذ الضر للأفعال الشيطانية للاستخدام في الحرب ملخص اكتساب الهدف الأهداف لاستمرارية القوة والمسؤولية أسلحة دفاعية متقدمة كشف الفساد توضيح القانون التضحيات والخطيئة السجن والربح من الاعتقالات جرائم القتل المخطط لها أعمال الشغب أطاحت السلطات إطلاق صراح الأسرى والعبيد بناء الأسلحة حماية الجمهور أمثلة على الشر اضطراب القسري حرائق تدمير أنظمة الدعم التفكيك الكبير والتخلف وتعديل الأعداء السيطرة المطلقة سارق النفوس التكبير من الغور والأشباح والأرواح الشريرة تابع للشهوة راوي الأكاذيب عاشق البكاء تقاعص الأشكال القادرة يؤدي إلى إزالة الفرصة إما معنى أو ميتا عبودية الأنواع مسبب الصدمة غير المؤدي المطابق أخذ البنات استنزاف الطاقة منشئ التوتر كاره مزيف استقرار الهزازات الأرضية دون يخدع موقد الكتب عكس المتعلم مخفي الحقائق قاتل الخيميائي لإطلاف المال من أجل لذة أكل باحث عن كنز لذة لإفساد الملائكة إنها في وضع بيم تراون لا تتوقف أبدا عن السيطرة على التدمير والقهر لا شيء يمكن أن يقفها أنا واقعي قابل للإرجاع بغض النظر عن المسار الخاص بك أنا أخذ الحياة عاشق للخطيئة لا أغفر أبدا أحتقر الشر المحضة إنها تحصد الأرواح مرارا وتكرارا ولا شيء يمكن أن يقفها فنوسا ويسمو في مكان مثالي يتشابك النظام شبكي مع ممرات مدمجة مع بوابات زمنية في هذه المنطقة يحدث ثلوث يضع النقاط المرجعية قبل خلق عدن من خلال الإشراف على هذا التراكب دورها مكتوب لخلق الطاقة ومكافئتها هو تجاوز للزمن هناك سبع أعضاء في هذا الثلوث كل واحد مع وجهة نظر فريدة من نوعها كل شيء من المقيس السابقة هو ضمن المراقبة والأكثر من ذلك يجب على كل عضو أن يراقب أيضا ستة آخرين سبع لكل منهم في المجموع ولم يقضى عليهم الزمن يتم فهرسة كل قطاع من قطاعات المعرفة وفي جميع النقاط يتضافر تأثيرها لإنشاء نظام إدارة في الوقت الفعلي عبر آلاف السنين الضوئية من الفضاء الذي لم يشغله من قبل ولكن تم شراؤه بواسطة ثعبان سكن هناك إلى الأبد في الحركة الإحداثية يتم الحفاظ على تدفق النظام عندما يسعون للحصول على القوة فإنهم يغتنمونها إذا بحثوا عن الرغبة يجدونها إذا لم يتوبوا يشعرون بذلك كل ما في الأمر يفعلون ديفين أضاء الفنوس الليلة مثل الحب يتردد الفنوس حلقات من الطاقة الإيجابية إلى ما لا نهاية منذ أن ولادة الشمس للصبحة لأول وشعاع الإضاءة للدافئ ما الشرق ولا لون ناعمة ومطلق ارتفعت التريليونات التي دفعتها السيادة الإلهية إلى الجبال الفارغة وتجمعت وسط الفوضى للنفي في موجة رفضت الصراع ودحرت القوانين ووصلت إلى هويات حركية مفزعة لاستعادة المدخلات الحسية لا يمكن لأي رئيس لا حدود له أن يعيش وسط الكبرياء المقتصد أو البنية التحتية العرفية الخفيفة أو اليقظة المرهقة أو البنيان أو القوة الرخيصة أو الصدفة الثقة بالحس والنفس الأولية ودورات الحياة الجماعية الكاملة والمعرفة والعبادة النفسية احتجت الروح الديناميكية على استدعاء الملائكة في الليلة الأولى ألقيت لعنة بين الجسيمات النانوية غير القابلة للفساد لشحن طبقة استراتوسفير كما هو مطلوب لاستنساخ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقا بواسطة النار التي أضاءت شمس الصباح الوفيرة والفنوس على حد سوات لم تخشى الحكمة الإلهية أي غزو وفي قطعة واحدة عظيمة تشتت الحب ليبتلع كل الأطراف والأطراف من التبسيط إلى المعقد إلى السلس إلى الخشن